أحد المساجد إماما بالناس وكان يقف خلفي رجل يبدو أنه متأثرا تأثرا شديدا بالمقامات إلى درجة أنه لا يسمع شيئا إلا ويقلد مثله كالببغاء لكن في المقامات حتى في الصلاة يعني العجيب أن هذا حتى في الصلاة فأنا وقفت وبدأت أقرأ الحمد لله رب العالمين وإذا من خلفي يقول أنا تعجبت جدا وتوقفت قليلا بعد ما بدأت الآية الأولى خشيت الناس يقوله ناسي الفاتحة فأقول الرحمن الرحيم أنا قلت بقى ما شاينفع حاولت أن أنا أغير المقام لعله ما يستطيع أنه يعني يفعل غير هذا مالك يوم الدين قلت أعلو أعلو بالصوت تماما وأحاول أنني أأتي بأعلى جواب عندي حتى أسكته فقلت إياك نعبد وإياك نستعين علي هو قال والله وظل هكذا ظل هكذا سوال القراءة حتى إني لما ركعت قلت يعني الله أكبر اشتركوا في القناة